اشتظافت مملكة البحرين ندوة دولية حول التعلم الاجتماعي والعاطفي نظمها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بدولة الكويت الشقيقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وبمشاركة نخبة من المسؤولين والأخصائيين تربويين وفي افتتاح الندوة ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة ناشاد فيها بمبادرة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بتنظيم هذه الندوة في إطار الدور المحورية الذي يلعبه المركز باعتبار إحدى لبنات الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم ألقى سعادة الدكتور محمد الشريكة مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج كلمة عبر فيها عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لهذه الندوة والذي يؤكد اهتمام المملكة بنشاطات المركز وخلال الندوة ناقش المشاركون ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان التعلم الاجتماعي والعاطفي مفهومه وأهميته والورقة الثالية بعنوان التجارب الناجحة في مجال تطوير وقياس مهارة التعلم الاجتماعي والعاطفي لدى الطلاب والورقة الثالثة بعنوان أساليب واستراتيجيات إدماج كفايات التعلم الاجتماعي والعاطفي في التعليم هذه الاستضافة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مكتب التربية العربي لدول الخليج فيه طبعا تنفيذ برنامج المكتب وتحقيق طبعا رؤى وتطلعات وزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى تطوير نظم التعليم وطرائق التدريس وإدماج أفضل الممارسات في الفصل الدراسي طبعا اليوم هناك نخبة من المتحدثين أتوا من مختلف دول العالم هناك أيضا نخبة من المشاركين سواء من دول مجلس تعاون خليجي بالحضور أو من خلال البث الرقمي وطبعا هذا يؤكد دور هذه الندوة في طبعا استقطاب الخبرات والكفاءات التي تقدم طبعا خدمة نوعية للمختصين في جانب التعليم والتربوي لطبعا إطلاعهم على آخر التوجهات التعليمية في هذا الجانب الندوة هذه لها هداف متعددة من ضمنها التسليط الضوء على هذا النوع من التعلم التي أثبتت الدراسات أن له أثر مباشرا وكبيرا على أداء الطلبة من حيث أداءهم الأكاديمي من حيث أداءهم الاجتماعي وتطوير مهاراتهم الاجتماعية وكذلك من حيث تنمية قدراتهم العاطفية وسيطرة على انفعالاتهم التعلم الاجتماعي والعاطفي يقودنا إلى تنمية عدد من المهارات الأساسية من مهارات القرن الواحد والعشرين متمثلة في التعاون والتكاون مع الآخرين التعلم الاجتماعي والعاطفي وإكساب الطلاب المهارات الاجتماعية والعاطفية لا يقل أهمية عن المهارات الأكاديبية التي نسعى دائما لإكسابها للطلاب أثبتت الأبحاث والنتائجها أن هناك علاقة وثيقة ما بين إكساب الطلاب للمهارات الاجتماعية والعاطفية وما بين قدرتهم على زيادة تحصيلهم الدراسي تقل مشكلة التسرب تقل مشاكلة عدوانية التنمر الكثير من المشاكل النفسية التي واجهها الطلاب تقل إذا تم الاهتمام بهذه المهارات